الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار نحو مستقبل أفضل لأفريقيا من خلال بناء السلام في الفترة من الثاني والعشرين إلى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري وفي بيان له أوضح الرئيس السيسي بصفته رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات أن النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع به تمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا على صفحته الرسمية بمواقع تواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات ورفض أي محاولات لتصفيتها ودع سيادته لكافة الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن برعاية مصرية قطرية أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل التوصل لاتفاق هدنة لمدة أربعة أيام وقالت حركة حماس في بيان لها أنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن خمسين من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر وأضافت الحركة أنه بموجب الاتفاق ستلتزم إسرائيل بعدم مهاجمات أو اعتقال أي شخص في جميع أنحاء غزة خلال فترة الهدنة ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على مراحل وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته أن الاتفاق في شأن المحتجزين هو القرار الصحيح وأن المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال بقطاع غزة استشد 15 شخصا على الأقل غالبيتهم نساء وأطفال وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيم جباليا شمال القطاع استشد خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة من توقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب المقاومة على عدة محاور بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين عزز الجيش الأردني انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل وحذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة من أن أي محاولة من جانب إسرائيل لدفع الفلسطينيين بالقوة عبر نهر الأردن سيمثل انتهاكا لمعاهدة السلام مع جارتها وقال رئيس الوزراء الأردني أن أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا بالحرب وبمثابة خرق جوهري لمعاهدة السلام بين البلدين هرب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة جاء ذلك خلال كلمة لبوتين في قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة بريكس التي عقدت بمبادرة من جنوب أفريقيا وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح ومعاناة للأطفال يثير قلقا عميقا دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حزم بدوي الشباب وحثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم والمشاركة باختيارهم جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب بدور الهيئة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية وأضاف المستشار حزم بدوي أن مصر من الدول القليلة والمعدودة التي لديها هيئة مستقلة لتولي مهمة الانتخابات بصفة عامة مؤكدا على أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل وتحت التغطية الإعلامية المحلية والعالمية بكل شفافية انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة